اشتركوا في القناة هو أنه يمكن تطوير القدرات المعرفية والمهنية فالخدمة العسكرية ستمكن المجندين من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية مما سيساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع الخدمة العسكرية فرصة لاكتساب مهارات نوعية تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الذاتية والمعرفية والمهنية والاندماج بسهولة في سوق الشغل للمساهمة في التنمية وفي مختلف منح الحياة الاجتماعية الخدمة العسكرية تشكل فرصة ثمينة تمكن المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي يقوم تقوم بها القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيد الإفريقي والدولي من الأهداف النبيلة للخدمة العسكرية ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه وتمكن المجند من الحصول على تكوين وتدريب يفتح أمامه فرص الاندماج المهني والاجتماعي كما أيضا يمكن أو تتيح لأن الخدمة العسكرية تدريب بدنية وعسكرية يتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياق البدنية والجاهزية مما سيساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس تأهيل عسكري يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال تدريب العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي دروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية أيضا يمكن استفادة من أجرى وتغطية صحية وتأمين وامتيازات أخرى يستفيد المجندون من عدة امتيازات أهمها أجرى شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي و 1500 درهم لضابط الصف و 2100 درهم للضباط التعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية العلاج في المؤسسات الاشتشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال مرض بفعل الخدمة العسكرية رتبة عسكرية مماتية للرتبة العسكرية وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية ضابط ضابط صف وجندي وذلك بحسب الشهادة التعليمية احتفاظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرى التي يتقادها عن وظيفته وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية الحق في المشاركة في المباريات التي يعنوا عنها خلال مدة الخدمة العسكرية وبالتوفيق للجميع إن شاء الله